كماً عايزة أروح مع حضراتكم إلى استطلاع رأي مهم لإعلاقة بالسوشيال ميديا وده حقيقة مهمة كمان وإحنا في موسم الصيف وناس كتير بتتابع على السوشيال ميديا اللي بينزلوا صور في حفلاته وخروجاته لا تظنوا أن دي لحظات سعادة في كل الأحوال لأن في أحوال ليست قليلة بتبقى لحظات ادعاء سعادة ولكنها ليست سعادة حقيقية ونقيس ده على البحث اللي تم ونشرة في إحدى الصحف الأسترالية أو المواقع الأسترالية اسمه مجلة شاتكيت شاتكيت دي أسترالية عملت استطلاع رأي وده معناية بالتصوير الفوتوغرافي وكده وكلمت على فكرة السعادة الزوجية فيما يخص الأزواج اللي بينشروا صورهم الجميلة اللطيفة فيها الغرام وانتقام دي على مواقع التوصل الاجتماعي فكانوا بتسألوا هل ده بيعبر فعلا عن الحب هل هم سعاداء في حاتهم الزوجية مقارنة باللي ما بينشروش أو مقارنة باللي بينشروا يعني ما بين الحين والآخر مش كل يوم بينزلوا صورة فاستطلاعهم ده الحقيقة اعتمدوا فيه على استطلاع رأي ألفين شخص بريطاني كابلز تتراوح أمرهم بين 18 إلى 50 سنة وطلبت منهم تقييم علاقتهم مع شركاء حياتهم فيما يتعلق بهذه العلاقة اللي ما بينهم والتواصل والثقة وما إلى ذلك بدأت تقولهم هو أنتوا والتابعهم وبينشروا قديه فكان عندها ثلاث تصنيفات زوجان بينشروا كتير جدا مرتين ثلاثة ممكن في اليوم وفئة اللي بينشروا كل فين وفين وفئة مش مهتمة أصلا بأنهم ينشروا صورهم مع بعض وخلصت إلى هذه النتيجة لقيت أنه 52% من اللي بينشروا كتير مش سعداء مش سعداء جدا وفقا بالتصنيف اللي موجود خلاص و 10% منهم بس هما اللي قالوا أنه هما سعداء مقارنة باللي بنشروا مباني الحين والآخر وجدوا منهم 42% عفوا 46% من اللي مش بيشاركوا صورهم مع بعض الفئة الثالثة سعداء جدا 46% منهم بينما 13% قالوا أنه هما مش سعداء قوي أما الفئة الثالثة أو اللي في النص اللي هي بتنشر يعني مباني الحين والآخر 32% منهم أبدوا سعداء أنهم سعداء جدا في علاقتهم الزوجية و 12% منهم قالوا أنه هما مش سعداء لما تيجوا بصوا على هذه النسب وهي هم قالوا أن ده بحث لكنها غير معتمد يعني ما نقدرش نقول أو نجزم بهذه النتيجة لكن تيجوا بصوا على أبحاث معمولة مثلا في أولبرايت كوليج في بنسلفينيا جامعة أولبرايت أو جامعة نورث وسترن اللي موجودة في إلينوي عاملين برضو أبحاث في هذا الإطار وجدوا أنه كلما زاد نشر الشخص أو الكابلز يعني صورهم مع بعض كلما كان ده بينم أكتر عن أنهم حياتهم الزوجية من السعيدة ليه؟ قالك أنه في الأغلب اللي حياتهم الزوجية سعيدة بيبقوا سعداء هم بيقضوا وقتهم مع بعض مش مدكزين بقى في قصة النازم يصوروا كل شوية صورة وينزلوها والكلام ده كله ده بس جزء أو نموذج لقد إيه أن السوشيال ميديا خداعة في حاجات كتيرة جدا تلاقي الصور والفيديوهات براقة وتكون الحقيقة غير كده وممكن تكون صور برضو وتنكد ودمها تقيل بس برضو الحقيقة غير كده فالمجمل واللي بيقولوا في هذه الدراسات ما تصدقوش كل اللي بتشوفوه على مواقع التوصل الاجتماعي